مسيرة حافلة بالإنجازات ومحطات متميزة في العديد من المناصب الرسمية استمرت على مدى عقود تشكل رحلة سمو الشيخ صباح الخالد في خدمة الكويت وشعبها الذي صدر أمر أميري من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بتعيينه وليا للعهد أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه يحمل سمو ولي العهد في جعبته إرثا كبيرا من التميز في عدة مسؤوليات تحملها هو أحد أولئك الرجال الأفداذ من أبناء هذا الوطن الكبير الذين أنجبتهم الكويت ونشأوا في ظل عائلة آل الصباح الكريمة لينهلوا من معين قادتها وتعلموا الحكمة والإدارة من رجالاتها وخبروا شؤون الحكم وأساليب القيادة من سياسيها المحنكين الخالد المولود في الكويت عام 1953 حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977 التحق سمو الشيخ صباح الخالد بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسية وعمل في الإدارة السياسية قسم الشؤون العربية من العام 1978 إلى العام 1983 والتحق بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة بين عامي 1983 و1989 عمل سموه سفيراً لدولة الكويت لدى السعودية ومندوباً للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من العام 1995 إلى 1998 وشارك خلالها في اجتماعات المجلس الوزري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وفي عام 1998 صدر مرسوم بتعين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير وعين سموه وزيراً لشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو عام 2006 ومارس عام 2007 عين سموه وزيراً للأعلام في مايو 2008 ويناير 2009 وفي عام 2011 تسلم سمو الشيخ صباح الخالد حقيبة وزارة الخارجية في فبراير 2012 عين سمو الشيخ صباح الخالد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وأعيد تعيينه في ديسمبر عام 2012 نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية في يناير عام 2014 صدر مرسوم أمري بتعيين سموه بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفي ديسمبر 2016 أعيد تولية سموه ذات الحقيبة الوزارية وفي ديسمبر 2017 عين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية وفي التاسع عشر من نوفمبر عام 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه أمراً أميرياً بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وهي أول حكومة يكلف سموه بتشكيلها وفي الرابع عشر من ديسمبر 2020 وفي عهد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه شكل سمو الشيخ صباح الخالد الحكومة الثانية له ثم شكل سموها الحكومة الثالثة في الثاني من مارس عام 2021 والتي قبل سمو أمير البلاد استقالتها في الثامن عشر من نوفمبر 2021 وفي الثامن والعشرين من ديسمبر عام 2021 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مرسوماً بتشكيل الوزارة التاسعة والثلاثين في تاريخ الكويت السياسي والرابع لسمو الشيخ صباح الخالد حصل سمو الشيخ صباح الخالد على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبد العزيز عام 1998 وعلى وسام النيلين من الطبقة الأولى من الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير عام 2012 وعلى وسام الجمهورية بردبة ضابط كبير الأسد الوطني من الرئيس السينجالي ماكي سالة عام 2015 كما حصل حفظه الله على النجمة الكبرى لوسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018 سمو الشيخ صباح الخالد هو أحد الشخصيات السياسية والوطنية التي تتمتع بدبلوماسية عالية وله بصمات كبيرة على المستويين المحلي والخارجي واليوم يحمل أمانة ولاية العهد ليكون عوناً وعضضاً لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مصحوباً بدعوات أبناء وطن النهار بأن تنعم الكويت الحبيبة بالتقدم والازدهار والتنمية واحة أمن وسلام واستقرار وتظل رايتها عالية خفاقة بين الأمم